ننقل الميكروفون يعني الشوط انطلق بمبارك وتمنى التوفيق الجميع وإلى الميدان إلى الميدان بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المتابعون مشاهدين الكرام في الوطن العربي الكبير أحييكم في هذا اليوم الاستثنائي الخاص يوم ختام بطولة الكويت التاسع عشر ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير برعاية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وهذه البطولة الخليجية العربية التي التقى فيها ابناء الخليج في هذا الأسبوع هذا هو يوم الختام الرابع عشر من فبراير يوم الخميس انطلاقة أول الأشواط المسائية الرئيسية أربعة أشواط أربعة رموز بداية الترحيب بالحضور الكريم والمشاهدين في كل مكان ترحيبنا في هذه اللحظات بالسيد حسين بن مانع عبدو دواس العجمي رئيس الاتحاد العربي للهجن ورئيس النادي الكويتي للهجن ونائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ترحيبنا أيضا بالوفد القطري في هذا المساء ترحيبنا بداية بسعادة عبد الله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بدولة قطر والترحيب موصول بالسيد مبارك بن محمد بن بادي الكواري أيضا مدير إدارة السباقات والأنشطة في دولة قطر ترحيبنا بالوفود الحاضرين في الخليجية الوفود الخليجية والوفود العربية التي حضرت هذه البطولة في هذا الأسبوع انطلقنا على بركة الله في شوط الختام أول إلى شواط المسائية الرئيسية هو شوط خاص بالزمول خنجر بالإضافة إلى سيارة ثمينة غالية هناك بالانتظار بانتظار أحد الفائزين البداية بسم الله وعلى بركة الله نبدأ مع الأسد على المركز الأول لهجن الشحانية بمتابعة المضمر جابر بن سالم بن فاراني المري المركز الثاني المركز الثاني هنا المرمر رقم ثلاثة ينطلق بالمركز الثاني عليه شعار الشحانية أيضا وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبدالله العطية المركز الثالث المركز الثالث مهلي على المركز الثالث يتواجد وينطلق مهلي بشعار هجن الشحانية والمضمر هو سالم بن فاراني المري المركز الرابع نتابع انطلاقة رابع المراكز رابع المراكز هنا المنطلق والمندفع في هذه اللحظات هنا المندفع معير لهجن الشحانية عند المضمر محمد بن خالد بن عبدالله العطية هذه الأسماء تقريبا الأربعة ننتقل لنتعرف على المركز الخامس نختم النداء في هذا المسار مسار الخنجر مسار الشوطي الرئيسي الأول الخاص بالزمول أصحاب السمو الشيوخ وأصحاب السموس في هذا المساء المميز الله مرحبا يا فجاج مرحبا بفجاج على المركز الخامس لهجن الشحانية عليه هذا الشعار الأدعم الكبير ينطلق ويندفع هذا الاسم الكبير يا أخواني هذا البعير هذا عنده خمسة رموز في مسيرة رياضية حافلة على المركز الخامس يفجاج لهجن الشحانية عن شبن المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري ختمنا النداء وانتهينا من نداءنا الأول نعود إلى المركز الأول نعود إلى الصدارة الله بطولة خليجية والأروع كان أسبوعا حافلا باللقاء أسبوعا حافلا أيضا بالمتعة والسرور لأبناء الخليج لقاء أخوي رياضي هنا في الكويت كانت أيضا بطولة مميزة من ضمن الختاميات الكبيرة في هذا العالم الساحر مرحبا بكل الحاضرين مرحبا بكل من يتابع عشاق الأصالة في الوطن العربي الكبير من يعشق هذه الرياضة العربية الأصيلة نعود إلى مجريات الشوت نتعرف على من على الأسد على المركز الأول هجن الشحانية هذا عند الكاس العام الماضي هنا في ميدان الشهيد في شوط الثناية خذ الكاس يعني من المرشحين يا محمد يا بن خالد يا العطية الله المضمر من من يضمر الأسد هو سيد جابر بن سالم بن فران على المركز الثاني هناك هناك المرمر المرمر حضر على الوعد يا محمد يا بن خالد المرمر على المركز الثاني الهجن الشحانية أيضا صاحب إنجازات حافلة هذا البعير ينطلق بمتابعة المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية مشاغب المضمرين يا مصال وجال هذا المضمر يا مصال يا ما حقق الرموز مع هذا الشعار الأدعم الكبير في دول مجلس التعاون الخليجي سيوف مع هذا المضمر على المركز الثاني يقدم المرمر المركز الثالث مهلي نرحب مهلي على المركز الثالث حاملا لهذا الشعار الأدعم الكبير الشعار الخطير شعار هجن الشحانية أحد الشعارات المهمة في هذا العالم الساعر شعار هجن الشحانية القادم من دوحة الخير حاضرا مشاركا لإنجاح هذه البطولة المهمة البطولة الخليجية المهمة حقيقة بطولة الكويت نحرص دائما نحن كأبناء الخليج لإنجاح هذه البطولة بحضورنا بالمشاركة أيضا بالمشاركة وأيضا مع أخواننا هنا في ميدان الشهيد فعد الأحمد الصباح يا سلام المركز الثالث قلنا مهلي لهجن الشحانية مع المضمر سالم بن فران وما أدراك ما سالم بن فران تابعنا هذا المضمر في مسيرة رياضية حافلة أيضا سالم بن فران ننتقل إلى المركز الرابع المركز الرابع معير خطير معير خطير معير إلى المركز الرابع لهجن الشحانية والمضمر هو السيد محمد بن خالد بن عبدالله العطية نقل أخرى إلى المركز الخامس نجد فجاج أين أنت يا فجاج على المركز الخامس لهجن الشحانية والمضمر هو جابر بن سالم بن فران ترشيحات على فجاج تابعنا هذا هذا البطل هنا يخوض هذا الشوط هنا مع هذا الشعار الأدعم الكبير يطمح بالخنجر يطمح المضمر جابر بن سالم بن فران شبل المضمرين أن يحقق الرمز مع هذا البعير هذا البعير يلا يا فجاج جمهور فجاج الخنجر اليوم نبغيه يا فجاج ترشيحات الشارع الرياضي يرشحون هذا البعير هذا البعير خمسة رموز يا أخواني خمسة رموز وتقريبا تسعة سيارات مع هذا البعير ما شاء الله تبارك الله الموقع أين يا هادي الموقع عند لوحة ثلاثة كيلو مترات عبرنا من أمامها يا فجاج عبرنا من أمامها اقتربنا اقتربنا من الختام الله الخنجر لمن الخنجر لمن 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 من هذه الزمون المنطلقة فحول المستقبل وبنوك الانتاج يا سلام يا سلام الخنجر في صراع الكبار الأدعم الكبير على المركز الثاني والثالث المركز الأول والثاني والثالث هنا اختلاف المضمرين جابر بن سالم بن فران محمد بن خالد العطية سالم بن فران هؤلاء هم من يتابعون هذا الشعار الكبير بإنجازاته الحافلة بتاريخه المشرف الشعار الأدعم الكبير الذي تابعناه في مساء الأمس حاضرا مع حضور منتزعا للكأس الذهبية الخاصة بسن اللقاية حققت الكأس أهدت أبناء الشحانية أهدت عشاق الأدعم أهدت أهل الدوحة ناموس مساي ولا أروع بعد صراع ومعركة طاحنة مع شعار هجن البشائر كان حضور الأدعم موفقا في مساء الأمس وانتزاعه لستة رموز رموز الثناية ورموز الإهداع ورموز اللقاية تهانينا لهذه المؤسسة العملاقة الكبيرة الله الكوع الأخير إلى المنصة نشوف المنصة يا أخواني نشوف المنصة الله يلاسد على المركز الأول ألاسد فيه مقدمة الشوط لكان العطية خطير يا أخواني العطية خطير على المركز الثاني المرمر اسم يرعب اسم يرعب على المركز الثاني المرمر يقوده من محمد بن خالد بن عبد الله العطية أحد الخبراء المميزين مو أقته يا المرمر مو أقته الآن مو أقته الآن قبل مرمر قبل الله ألاسد على المركز الأول إلاسد على المركز الأول أين أنت يا فجاج أين أنت أيها البطل أين فجاج أين فجاج يا جابر يا ابن سالم يا ابن فران نعود إلى المركز الأول لنتابع هذا الصراع صراع الكبار ألف وميتين عن خط النهاية عن الناموس عن خط النهاية وعن الناموس لازالت القيادة مع الشعار الأدعم الكبير مع الأسد 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 الله رمز في الكويت العام الماضي الكأس خذاها في الكويت واليوم يبحث عن تحقيق الخنجر لكن المرمر خطير مرمرها يا جابر يا ابن سالم مر من أمام الأسد المرمر الله يا سلام المرمر 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 الخنجر 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 يا المرمر الخنجر يا الأسد يا سلام الشحانية مع المركز الأول مع المركز الثاني هنا المرمر هنا المرمر هنا محمد بن خالد من عبد الله العطية يهدينا موسى رئيسيا مسائيا في هذا المساء الجميل مع المرمر مرمر 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 على المركز الأول على الصدارة خطف الخنجر ناموس ناموس يا محمد يا بن خالد يا العطية على انتزاع وتحقيق المرمر هذا الخنجر الغالي مهديا عشاق الأدعم الكبير تهنية خاصة نزفها لصاحب السمو شيخ تمين من حمد بن خليفة الثاني هناك والعشاق الأدعم محبي هذا الشعار الكبير حيوا المرمر حيوا حيوا يلي بالمنصة حيوا المرمر هذا هو المرمر عصاته ببطانة راقدة راقدة وامنة راقدة وامنة الله رحب يا خط النهاية رحب يا خط النهاية بالمرمر بانتزاع المرمر ناموس هذا الشوط والخنجر الذهبي الذي أهداه المرمر لعشاق الأدعم تهانينة والناموس تهنية خاصة للمشاغب محمد بن خالد بن عبدالله العطية المركز الثاني وصل الأسد لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فراني المركز الثالث المركز الثالث في هذا المسار يصل في المركز الثالث هنا معير لهجن الشحانية المركز الرابع مرحباً يا فجاج على المركز الرابع الهجن الشحانية المركز الخامس وصل كيفان لهجن الشحانية مع محمد بن خالد بن عبدالله العطية متابعين مشاهدين الكرام تهنئة خاصة لعشاق الأدعم تهانينا لهجن الشحانية على انتزاع وتحقيق المرمر الخنجر الذهبي في هذا الشوت الخاص بالزمول تهانينا والناموس تهنئة خاصة للمضمن محمد بن خالد بن عبدالله العطية الذي حقق هذا الرمز الغالي تهانينا والناموس المايكروفون ينتقل للزملاء في الاستوديو التحليلي هياكم الله مشاهدين الكرام بعد ما شاهدنا واستمتعنا في شوطنا الأول في هذه المسافة البعيدة وكذلك أيضا حصول مرمر وأيضا هذه النتيجة لأخوي محمد السحمي على هذه المشاركة وعلى هذا الانجاز ونقول ألف أبروك للشحانية ألف ألف مبروك لهجن الشحانية الغير مستغرب عليها ولا مستغرب على المضمر محمد بن خالد العطية تميزه في هذا الشوت كان حاضر في العام الماضي مع الوذن ويجدد لنا الانجاز كذلك في شوط الزمول الرئيسي وكان الوصول إلى خط النهاية مع المرمر نهني الناموس الهجن الشحانية ونهني المشاقب محمد بن خالد العطية على هذا الانجاز التاريخي مع هذا البعيد 12 دقيقة 32 ثانية 17 جزء من الثانية تهانينا وألف مبروك الشوط القادم بإذن الله وبنبارك فيه أسماء كبيرة وحاضرة منها مبلش منافس على المراكز الأوائل بعد قليل إن شاء الله في الشوط الحول للمواطنيين فيه منيب في رصيده رمز المؤسس فيه ومضان خامس على الرمز فيه علقم في رصيده رمز الثانية العام الماضي شكرا للمشاهدة